فخلال اللقاء مع وفد إعلامي سوداني مصري في بورت سودان اليوم قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان إن على من يريد وقف الحرب الحديث مع الدعم السريع الذي يهاجم المدنيين على حد قوله مؤكدا أن المساعي جارية لتشكيل حكومة الإدارة الفترة الانتقالية البرهان شدد التزامه بسيادة البلاد وسلامتها ومقررات إعلان جدا اشتركوا في القناة شدد بيان مشترك للوفود الدولية المجتمعة في سويسرا حول السودان شدد على طرفي الصراع الجيش والدعم السريع بضرورة التنسيق الفوري مع الشركاء الإنسانيين لتشغيل الممرات الإنسانية مع إتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإغاثية دون عوائق البيان هو الذي نشره المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيريليو على منصة إكس حتى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية على نقل المساعدات إلى السودان كما شدد البيان وأشاد بقرار الجيش فتح معبر أدري الحدودي وبتعاون الدعم السريع بإيصال المساعدات عبر طريق دب الحدودي إلى دارفور وكردوفان معتبرا أن خطوات الطرفين سوف تمكن من دخول المساعدات اللازمة لوقف المجاعة ومعالجة إعدام الأمن الغذائي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة في دارفور وخارجها ذكرت قوات الدعم السريع في صفحتها على منصة إكس أن وفدها المشارك في مباحثات جينيف أجر لقائين منفصلين بوفدي الاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية حول عدد من القضايا والموضوعات التي تتصلوا بتطورات الأوضاع في السودان وسبل تحقيق السلام والاستقرار وأكد وفد قوات الدعم السريع خلال اللقاء مع وفد الاتحاد الأفريقي رغبته الصادقة في وقف الحرب مشيرا إلى أن عدم استجابة الطرف الآخر أي الجيش للدخول في المفاوضات سببه تعدد مراكز اتخاذ القرار وتحكم النظام القديم بمفاصل الجيش وقدرت قوات الدعم السريع خلال لقائها بوفد المملكة العربية السعودية جهود المملكة في رعايتها لجولتي التفاوض في منبري جدة الذي أسس إلى مفاوضات جينيف الحالية ومساعيها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة قال اللواء المتقاعد أمين إسماعيل مجذوب المختص في إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية السوداني إن هناك تسريبا حول مشاركة وفد عسكري حكومي السوداني في جينيف ما يشير إلى أن الأمور تشير إلى تسوية نهائية وأيضا أشار في هذا التصريح إلى وجود تفاهمات حول مرحلة جديدة بدأت ملامحها تتشكل مع السمرار الاتصالات مجذوب أكد أن العمليات الأخيرة للدعم السريع مع انسحابه من بعض المناطق تشير إلى أنه يمارس ما يمكن تسميته بسياسة الأرض المحروقة قبل الانسحاب هناك أيضا الآن تسريبات على الأرض بخروج بعض عناصر الدعم السريع من بعض المناطق وما تم في غرية جوزناغا وبعض المناطق من اعتداءات الجزء منها كان النهب والخروج من هذه المناطق نهيا وهذا ما تسمى عسكريا بحرق الأرض وواضح أنه في تفاهمات تتم وواضح أنه في مرحلة جديدة بدأت ملامحها تتشكل وبالتالي أعتقد أن الاتصالات مستمرة وتستمر وهناك تسريب أخطر أنه في وفد سوداني موجودة وعسكري أو حكومي موجودة الآن في جينيف وهذه التسريبات إن صدغت تعني أن الأمور تسير نحو التسوية النهائية كما يريد الوسطى أناقش هذه التطورات المتعلقة بالملف السوداني مع ضيفي من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل سيد أحمد أرحب بك معنا دائما أستاذ عادل على شاشة الحدث أبدأ معك من حيث ما انتهينا من العرض الأخير إن صحت مشاركة الجيش أو الحكومة السودانية في مباحثات جينيف التي يقاطعها البرهان ما الذي يعني ذلك؟ أي سيناريو نحن أمامه؟ شكرا جزيلا صباح الخير على كل مشاهدي الحدث أنا أذهب أبعد مما قاله سعادة اللواء من المجزو حول أن هناك تسريبات تشير إلى أن ملامح المبادرة أو ملامح لقاء جينيف قد بدأت في الظهور بين أن هناك تسريبا يشير إلى أن المباحثات وضعت إطارا عاما يقوم على وقف إطلاق النار وعلى التفريق بين القوات المتحاربة وعلى حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية هذه مرحلة وتستدبع هذه المرحلة كذلك مرحلة تتعلق بإخلاء منازل المواطنين والعيان المدنية في مقابل إلقاء القبض على المجرمين وعلى متهمي المؤتمر الوطني الفاررين من السجون ومن بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة والمتمثلة في التفاوض مباشر بين طرفي الحرب جيش والدعم السريع حيث يتم التركيز في هذا التفاوض على قيام جيش وطني واحد وتسريح الدعم السريع ثم تأتي المرحلة الرابعة من خلال التسريب تشير إلى قيام أو إطلاق عملية سياسية شاملة تشمل المدنيين لقيام أو للتأسيس لمرحلة مدنية في السودان لا تستثني إلا المؤتمر الوطني المحلول هذا التسريب الآن أصبح واضحا وجليا أنا لا أشكك بكلام حضرتك لكن لحتى ربما السودانيون يستمعون علينا والكثير منهم متلاحفون لوقف النار ووقف الحرب إلى أي مدى هذه المصادر التي سربت هذه المعلومات هي دقيقة نعم نحن كإعلاميين وكصحفيين دائما ما نحاول أن نتتبع هذه المعلومات من خلال أطراف مباشرة أو من خلال أطراف غير مباشرة موجودة في جينيف تتسرب منها مثل هذه المعلومات أما فيما يتعلق بالإشارة إلى مدى القبول لهذه الأفكار أنا أعتقد أن طرف الجيش يركز على نقطة إخلاء المنازل والعيان المدنية وأنا أعتقد أنه محق في ذلك وبالمقابل الدعم السريع يصر على ما تم الاتفاق عليه في جدة والمتمثل في إلقاء القبض على المجرمين والمتهمين المنتسبين للمؤتمر الوطني المحلول فاررين من السجون أنا أعتقد أن ميزة هذه الفكرة في جينيف أنها حزمة واحدة لا تحتمل التجزئة ولكل بند من هذه البنودة الأربعة هناك آلية للتنفيذ والمراقبة طيب لربما نربطه هذا الأمر تحديدا هذه التسريبات بتصريح البرهان اليوم الذي يقول فيه وأنا أقطب اسم مما يقول بالطبع الدعم السريع إلى زوال وعازمون على إنهاء التمرد سلما أو حربا هل يمكن ربط هذا الأمر مع أن الرجل قال لا مفاوضات ولا جلوس مع الطرف الآخر أي الدعم السريع نعم هناك لغتان وهذه طبيعية كما نتابع الآن في حرب غزة وأوكرانيا أن تطرع أن الأطراف العسكرية لها لغة وأن الدبلوماسية لها لغة أخرى لذلك أنا أعتقد أنه لا يوجد تناقط فيما يتعلق بين مخاطبة البرهان لجنوده أو لمواقع الحرب وفي ذات الوقت هناك الدبلوماسية أنا أعتقد أن النتيجة النهائية تقوم على أنه لا بد من أن تتوقف الحرب وكي تتوقف الحرب لا بد أن تتحدد أسباب هذه الحرب ومن ضمن أسباب هذه الحرب أنا أعتقد أنه ما ظل يردده غايد الجيش من ضرورة خروج الدعم السريع من المنازل والعيانة المدنية وهذا المطلب أنا أعتقد أنه هو مطلب للمواطن الذي تضرر من هذه الحرب ولكن الآن الطرفان أنا أعتقد أن الجيش والدعم السريع أمام حق حقيقي خاصة غايد الجيش هناك سانحة تشير إلى أن هذه المطالب التي ظل يرددها غايد الجيش من الممكن أن تتحقق من خلال مفاوضات جينيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر